موجات جديدة من الاحتجاجات في إيران على خلفية ترد الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد على أبواب البدء بتنفيذ العقوبات الأمريكية لكن الجديد في هذه التظاهرات هو دخول مدن ومناطق جديدة إلى دائرة الاحتجاج ورفض سياسة إيران الرسمية في الداخل والخارج مدينة شيراز ذات الغالبية التركية الأذرية دخلت على خط إدانة سياسة النظام بكل هيئاته القيادية الفاسدة ووصفت شعارات المتظاهرين الحكامة بعديني الشرف وشاركت قرى وبلدات كثيرة في محيط تبريز بمسيرات محلية قصدت مراكز البلديات ورفعت شعارات تنادي بسقوط الدكتاتور ولعله بات معروفاً أن المقصود في هذا الشعار هو علي خامنئي الحاكم مطلق الصلاحيات في البلاد وتقدر مؤسسات دراسات مستقلة خروج أكثر من 115 مسيرة شهرية في كل إيران ترفع شعارات تنادي بإسقاط نظام ولاية الفقية ولأول مرة منذ بدء موجات الاحتجاج المتقطعة تصل التجمعات والتظاهرات إلى قلب العاصمة القديمة وهو شارع ولي عصر الذي يفضل الإيرانيون استخدام تسميته القديمة شارع بهلوي اشتباكات متقطعة شهدها هذا الشارع مع قوات الحرس الثوري التي فرقت المتظاهرين بالقوة مما أدى لسقوط عدد من الجرحة واعتقال العشرات وغير بعيد عن طهران تقع مدينة كارج التي شهدت تظاهرات ليلية خوفاً من كاميرات الأمن التي تصور المتظاهرين تمهيداً لاعتقالهم في اليوم التالي كما شهدت الأحواز العربية تظاهرات ليلية مماثلة وصفت بأنها حاشدة وشعاراتها كانت منسجمة مع شعارات المناطق الإيرانية بعيداً عن فكرة الاستقلال السابقة موجات تتكرر على وقع استمرار العملة المحلية بالانهيار وما يعنيه ذلك من ترد معيشي ونفسي وسياسي لمن يتهمنا السلطة بالفساد وتبذير أموال العباد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر